مارتين لسارتي بيؤكد أن المعنويات مرتفعة جداً المدير الفني للفريق الأول في نادي الأهلي بيقول أن العمل جاري بتركيز وبيجري على قدم وساق للضغط الشديد والفارق الزمني القليل جداً بين مباراة وأخرى على المستويين المحلي والدولي وارتبطات النادي الأهلي اللي هي الأكثر عالمياً في هذا الشهر خلال شهر فبراير 2019 أعلى معدل للمباريات على مستوى كل أندية كرة القدم في العالم النادي الأهلي بيلعب أكثر من 8 مباريات خلال 26 يوم فقط النادي الأهلي بيؤكد المدير الفني للفريق الأول مارتين لسارتي أنه كان البعض غير راضي عن الأداء في الفترة اللي فاتت ولكن أيضاً بيقول أنها شائعات غير دقيقة وغير صحيحة أنه تم توقيع أي عقوبات أو جزاءات مالية على اللاعبين بيقول بالفعل بنلفت الأنظار وبنقف وقف جادة كجهاز فني مع اللاعبين أن المباريات اللي جاية لا تحتمل الضغط العصبي أو التوترات اللي كانت مصاحبة لنتائج المباريات الأخيرة يطالب الجهاز الفني بالحسم المبكر في كل المباريات وباستمرار الحافز في زيادة الفارق من الأهداف مع المنافس في كل المباراة محلية أو دولية عشان ما نتركش أي شيء لأي خطأ وارد من أي فريق في أي وقت من المباراة ودي طموحات الجماهير اللي كان عندها كمان توتر شديد جداً في المباراة اللي فاتت اللي كانت بتنتهي بفارق ضئيل مع المنافس في أي مباراة لكن مارتين لسارتي بيقول الكل بيكتهد الضغوط شديدة جداً بدنياً وذهنياً ونفسياً على اللاعبين والجدول طبعاً ضاغت جداً على النادي الأهلي لكن بيؤكد أن الجهاز الفني والعابين قادرين على تجاوز المرحلة الأصعب على الإطلاق في مشوار الأهلي سواء في الدور العام أو في البطولة الأفريقية وبيشير إلى أن الإيجابيات كثيرة جداً وأنه عودة نجوم الفريق وجهزيتهم الكاملة واستشفاء عدد كبير من القوى الضاربة للفريق اللي بيتم تجهزهم عن طريق أخصائي الأحمال والفريق المعاون للمدير الفني مارتن لسارتي كل دي من الأمور الإيجابية اللي بتبعث على التفاؤل تفاؤل ده كمان والثقة دي موجودة عند جماهير الأهلي وثقتها في نجومها بلا حدود فترة اللي فاتت كمان البعض تداول أسماء بعض اللاعبين بعد كل مباراة كان في نوع من التقييم بالقطعة البعض قال رمضان صبحي كان متألق في المباراة دي حسين الشحات ما كانش متألق في المباراة دي الحقيقة أن غالبية الجمهور بيثق في القوام الأساسي للفريق وكل النجوم الموجودين جمهور الأهلي بيعارب عن ساعته البالغة على المواقع وتأكيده على ثقته اللي طبعا هي بلا حدود في كل نجمنا خاصة السفقات الجديدة والإضافات الجديدة سواء العائدة للفريق على سبيل الإعارة زي رمضان صبحي أو التعاقدات الجديدة وانضمام نجوم جدد للفريق لم يكونوا في الأهلي في الفترات السابقة زي النجم حسين الشحات الكل مدرك وفاهم طبعا طبيعة وبلغة كرة القدم أن أي نجم مهما كانت قدراته وتمييزه ممكن ما يبقاش موفق في مباراة لكن يتقلق في مباراة أخرى طالما بيبذل الجهد وبيقدم كل المطلوب منه وبيطبق في الملعب كل التكليفات الخاصة برؤية الجهاز الفني والتاكتكس المطلوبة منه من المدير الفني للنادي الأهلي وده طبعا حسين الشحات لاعب بناثق في قدراته وأنه هيكون إضافة كبيرة جدا وبالفعل هو من العناصر المؤثرة جدا مع الفريق وأنه جمهور الأهلي فاهم وذواق لكرة القدم وعارف قدرات لاعبه وبيقول إحنا وقفين مع الفريق وفي ظهر الفريق في الفترة الجاية ودعمين للفريق وعلى ثقة أنه إن شاء الله يقدر يحسن بطولة الدوري والبطولات اللي بيأخذها سواء على المستوى المحلي أو الدولي ناصر محضراتكم لهذا الخبر وهو خبر مش رؤية لفريق العمل في برنامج الأهلي ليلا أو زملائنا في فريق الإعداد التأكيدات تمت مع زملائنا في اتصال مع نجم الفريق الشاب كريم نادفد واحد من النجوم اللي مستوهم بيزيد من مباراة لأخرى في الفترة الأخيرة واللي بدأ ينال رضا الجماهير ونقاد وكل المتابعين وكل من يتابع كرة القدم في الدوري المصري إن كريم نادفد من اللاعبين اللي قال عنهم أكثر من ناقد رياضي وأكثر من متابع نوم جوكر بلغة كرة القدم وإنه بيعتمد عليه في أكثر من مركز وإن أي جهاز فني قد يرغب فيه ضم لاعب بقدرات كريم نادفد مع ناوياته مرتفعة جدا أصبح من الإضافات المؤثرة فنيا وإيجابيا على الفريق في الفترة اللي فاتت فأكثر من مركز بيتم الدفع به حسب متغيرات فنية من مباراة لأخرى وحسب قدرات منافسه الأهلي في المباراة المختلفة في هذا الشأن كريم نادفد بيقول بالتأكيد لدي حلم الاحتراف ولكنه مؤجل تركيزي الأول والأخير أولوياتي رقم 1 و 2 و 3 و 4 حاليا والكلام على لسان النجم الشاب كريم نادفد هي بقائي في النادي الأهلي وتقديم الكثير والعطاء والإسهام مع زملائي في طبعا حصد مزيد من البطولات للنادي الأهلي محليا ودوليا في الفترة الجاية ولا أفكر على الإطلاق في إنهاء تعقدي أو ترك النادي الأهلي في هذه المرحلة وبيقول أنه منطقيا لو كنت بفكر في ده كنت أجلت عملية التفاوض أو كنت طلبت من نادي أنه لا يتم تمديد عقدي لهذه المدة اللي هي خمس سنوات فبالتأكيد هو من القوى الضربة للفريق وهو إضافة كبيرة وسعداء بتأكيداته على رغبته في الاستمرار وحصد البطولات مع النادي الأهلي الأهلي بيستانف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق الأول منح الجهاز الفني لعيب الفريق الأول راحة لمدة يوم واحد أمس الأحد بعد المباراة الأخيرة وبيستعد بقوة للمباراة القادمة يوم الأربعاء المقبل أمام فريق الداخلية لصارتي بيطمئن على خماسي الأهلي أحمد فتحي ووليد أزارو ورامي ربيعة وصالح جمعة وأحمد حمودي شاركوا في مران الفريق وفيه كمان تدريبات خاصة للتأهيل البدني لبعض النجوم اللي كانوا غائبين عن الملعب في الفترة الأخيرة للتأهيل أو الإصابات أو مرورهم بعملية ومرحلة الاستشفاء زي نجم هجوم الفريق الأول وليد أزارو بيغضعوا التدريبات بدنية تحت قيادة أليخاندرو ومخطط الأحمال أو مدرب الأحمال في النادي الأهلي وبيشارك بعضهم زي نجم الكبير أحمد فتحي في تدريبات الفريق كاملة لكن في النهاية بنقول أن هذا الخماسي أصبح بيقترب جدا من الجهازية الكاملة للمشاركة في المباراة واللي بيحدد الأمر وبيحسمه بشكل علمي ودقيق الجهاز الطبي للفريق الأول في النادي الأهلي خلال الساعات القادمة فقر التصويبات وتقسيمه في الميران دي كانت من الأمور الفنية اللي ركز عليها أيضا الجهاز الفني بقيادة مارتن لسارتي المهارات المختلفة اللي ممكن تحسم المباراة اللي جاية والتأكيد على تكرارها في التدريب أكتر من مرة عشان نستفيد بكل الفرص أو حتى بأشباه وأنصاف الفرص اللي ممكن تكون متاحة في أي مباراة قادمة سواء في الدوري أو كاس مصر أو البطولة الأفريقية والشناوي وعلي لطفي كمان بيشاركوا في الميران الجماعي بعد الشكاوة اللي عانوا منها خلال أيام القليلة الماضية خلال الإحماء قبل المباراة الأخيرة مع الإنتاج كان نجم حراسة المرمى محمد الشناوي شكى من إصابة ولو شد بسيط فيه العضلة الضمة لكن فضل الجهاز عدم الضغط عليه حرصا على الحفاظ على القوة الضاربة للفريق وأنه في بداء المتاحة حاليا بتدي اختيارات ومرونة في عملية التبديل والتوفيق في صفوف الفريق في أي مباراة وده طبعا الميزة للصفقات الجديدة ولوجود أكتر من عنصر كف سواء في اللاعبين في كل الخطوط أو في حراسة المرمى ده اللي بيدي طبعا سهولة في الاختيار الجهاز الفني بقيادة لسارتي لكن فيه تأكيدات على أنه فيه عملية تجهيز للحارسين المتميزين الشناوي ولطفي للمباراة اللي جاية وسيتم حسم إمكانية مشاركة والدفع بالشناوي من بداية اللقاء القادم يوم الأربعاء إن شاء الله أمام فريق الداخلية بعد خضوعه للفحص الطبي لتأكيد الأمر وحسمه والتدريبات البدنية الإضافية أيضا لفتحي وأزارو فتحي وأزارو رجعين من فترة إصابة ابتعدوا عن المباراة لفترات متفوتة طبعا فترة غياب النجمة أحمد فتحي كانت أكبر أو أكثر في المدة الزمنية لكن الجهاز الفني والجهاز الطبي ومخطط الأحمال وضعين برنامج متكامل خارج التدريبات الجماعية بالإضافة للتدريبات الجماعية ومشاركة الثنائي المتميز فيها لكن بيحرصوا على تجهزهم بدنيا وتأهلهم بأسرع وقت ممكن عشان يكونوا فت وفيه التوب فورم فنيا خلال مشاركته وبدنيا إن شاء الله وقت قرار الجهاز الفني أو المدير الفني مارتن لسارتي أدفع بيهم في أي لحظة من المباراة القادمة والأهلي بيبدأ ترتيب إجراءات رحلة الكونغو زي ما قلنا لحضراتكم الفترة دي مضغوطة جدا واستثنائية وزي ما قال ناقدنا الرياضي الكبير بالأمس الأستاذ إبراهيم حجازي إنه أعلى معدل عالميا لأي فريق من فرق كرة القدم المعدل اللي بيؤدي بين مباريات خلال ما يقرب من 72 ساعة كل 72 ساعة مباراة الراحة لا تزيد عن يومين أو ثلاثة بين مباراة أو أخرى محلية ودولية وفيها رحلات خارج مصر وفيها صفر وساعات طويلة وإرهاق إضافي وترتيبات خاصة بإقامة وتدريبات وأجواء مختلفة كل ده بيصعب المهمة أكتر لكن بنقول الجهاز الفني ونجمنا قادرين على تحمل المسئولية وده قدر النادي الأهلي دائما أبدا حجم التحديات الملقاة على عاتقه في أي بطولة والهدف دائما أبدا بيكون حصد الألقاب والمركز الأول ولا بديل عن هذا الهدف وده الحافظ والدفع الأكبر دائما للعبين وجهازنا الفني الترتيبات مجلس الإدارة والكابتن سامير عدلي المدير الإداري في الجهاز الفني للفريق الأول الكل بيعمل اتصالاته وترتيباته وجاري العمل بشكل كبير جدا وبذل الجهد من أجل ترتيب الأمور الخاصة برحلة الفريق إلى الكنغو لمواجهة فريق فيتا كلاب الكنغولي يوم 9 مارس إن شاء الله في الجولة الخامسة من منافسات دوري المجموعات في بطولة أفريقيا أو دوري رابطة الأبطال الأفريقي النادي الأهلي إن شاء الله يحسم الأمور الناس كانت كل الجمهور كانت طبعا بيتمنى الحسم في المباراة اللي فاتت لكن زي ما قلنا لحضراتكم الظروف صعبة جدا في الفرق الزمني وفي حجم الأعباء الملقعة لللاعبين نفسيا وذهنيا وبدنيا وفنيا حجم الضغوط اللي بتواجه الفريق في هذه المرحلة واللي طبعا بتصعب عليه المهمة لكن هم قادرين على هذا التحدي والجمهور بيقول إن شاء الله يتخطوا المرحلة دي بأفضل نتائج وأفضل حصاد ممكن من النقاط سواء على مستوى البطولة الأفريقية أو الدوري المصري ومسابقة كاس مصر بإذن الله طبعا كاس مصر المواجهات مختلفة بالنظام طبعا استمرار فريق في البطولة وخروج فريق آخر بعيدا عن حسابات النقاط ولكن في النهاية نفس المحصلة الهدف هو الفوز في كل مواجهات الأهلي القادمة عشان كده مارتن لسارتي بيقول إننا لازم نركز أكتر وستراتيجية الفريق واللاعبين يدركوا إننا مش عايزين نترك أي فرصة لفقد أي نقاط أو لإضاعة أي مباراة في الفترة الجاية لإن ده ممكن يؤثر كثيرا بشكل سلبي على الفريق عشان كده الجهاز الفني بيشتغل على تصحيح الأخطاء الفنية اللي ظهرت في المباراة الأخيرة وصعبت الأمر شوية عشان تبقى الأمور أسهل على اللاعبين والحسم يكون مبكر وبفارق كافي ومطمئن من الأهداف في أي مباراة قادمة إن شاء الله بيتوصل طبعا المسؤولين في النادي الأهلي والكابتن سامير عدلي بيقدي مهمته على أكمل وجه في التواصل مع الجانب الكنغولي والمسؤولين سواء في سفارتنا في الكنغو أو المسؤولين في نادي فيتا كلاب الكنغولي عشان التأكيد على كل الأمور اللوجستية والتيسيرات الخاصة بالفريق واستقباله وتنقلاته وإقامته وملعب التدريب وكل الأمور اللي ممكن تخلي مهمة الأهلي في مواجهة المنافس فريق فيتا كلاب الكنغولي على أكمل وجه إن شاء الله نادي الأهلي بيتصدر هذه المجموعة حتى الآن من أربع مباراة رصيده سبع نقاط وبيتصدر المجموعة قبل المواجهتين القادمتين أو فاضله بس طبعا مباراتين في المجموعة مع كل من فيتا كلاب الكنغولي على ملعبه وشبيبة الثورة الجزائري على ملعبنا إن شاء الله ويكون الحسم ويكون الفوز حليف فريق الأهلي في هذه المباراة مرة تانية بنأكد على حضراتكم التجهيز قريب جدا إن شاء الله فرص مشاركة النجوم اللي هنذكر أسمائهم دلوقتي لحضراتكم فتحي وصالح وحمودي منتظمين في الميران الجماعي واقتربت جهزيتهم من حالة الأداء الكامل أو الجهزية الكاملة اللي ممكن على أساسها يتم الدفع بيهم في المباراة المقبلة إن شاء الله ومران استشفائي للأساسيين في تدريبات الأهلي التدريب طبعا تدريب استشفائي أو تخفيف الأحمال نظرا للضغوط الشديدة اللي على الفريق بدنيا زي ما قلنا لحضراتكم لأن الجدول مضطرب جدا ومضغوط جدا والفارق مش كافي للعابين شأن الظروف الخاصة بالوقت المعتادة في جدول الدوري في الظروف العادية أو في ارتباطات أي فريق في الظروف العادية عشان كده الجهاز الفني حريص على تخفيف الأحمال في بعض الفترات حتى لا يصاب اللاعبين بحمل زايد أو إصابات نتيجة الحمل المبالغ في عليهم بدنيا من توالي وكثرة المباراة عشان كده المجموعة الأساسية اللي شاركت في اللقاء اللي فات والمرتقب أيضا الدفع بيها أو بداية اللقاء القادم بهذه المجموعة يوم الأربعاء القادم لقاء الأهلي مع الداخلية بيكون فيه تركيز من الجهاز الفني على أن تدريبهم يكون خفيف بدنيا أو استشفائي عشان ما يصابوش بأحمال بدنية زايدة أو تتسبب هذه الأحمال الزايدة في أي إصابات في صفوف الفريق بعثة الأهل 2006 تعود إلى القاهرة بعد الفوز بالكأس الفضية من الإمارات العربية الشقيقة دولة الإمارات واستضافة هذه البطولة الكأس الفضية لهذه المرحلة موليد 2006 أهلي 2006 يتألق ويفوز في المباراة النهائية بعد تفوقه على أكثر من منافس من الفرق الإماراتية في نفس المرحلة العمرية المشاركة في البطولة سواء كنا نتكلم عن فريق عجمان الإماراتي يفاز عليه الأهلي بربعية نظيفة في ربع النهائي أو الفوز على النصر الإماراتي في نصف نهائي البطولة وأيضا الفوز على ليفانتي أتزورو الإيطالي بركلات الجزاء الترجحية في المباراة النهائية وحصد هذه البطولة وتولى رئاسة البعثة في دبي المهانس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وضمت البعثة كلا من الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين والكابتن جمال السيد المدير الفني للفريق ودكتور أشرف عثمان طبيب الفريق وأحمد فؤاد إداري الفريق ومجموعة اللاعبين اللي حنذكر أسمائهم لحضراتك دلوقتي كامل محمد حارس المرمى فتحي مصطفى فتحي حارس مرمى أيضا مازن أحمد محمد وأكرم عبد العاطي ويوسف محمد علي أيمن محمود قطبي يسين أحمد محمد محمد أحمد سعد مصطفى أشرف محمود عمر زكريا إسماعيل عمر سيد معوض محمد صلاح حمد محمد شريف سمير وعمر أحمد علي طبعا بنطمن جماهرنا على تركيز النادي أهلي كمان على الأجيال اللي جاية بنتكلم عن مراحل عمرية مختلفة ولسه في الأخبار اللي جاية الحديث عن تميز فريق النادي الأهلي موليد 2001 لعمرهم دلوقتي 17 سنة أو 18 سنة موليد 2006 دلوقتي اللي عمرهم بيقترب من أو بالفعل حيبت 13 سنة هذا العام هذه الأجيال اللي بتمثل مستقبل كرة القدم في مصر وفي النادي الأهلي فيه تركيز كبير جدا على إعدادها بأفضل شكل ممكن عشان تكون ذخيرة حقيقية لمنتخب مصر الأول وللنادي الأهلي خلال السنوات المقبلة